هناك حديث يفصل في الموضوع لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بتقصير الشوارب وبإعفاء اللحاء من أجل ماذا؟ من أجل أن نخالف أهل الكتاب وفي رواية خالف المجوس وفي رواية خالف الأعاج إذن لو سألنا هؤلاء الذين يحرمون هم يحرمون حلق اللحية ولكنهم يجزون أقل منها لو سألناهم لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حلق اللحاء لقال إن في ذلك تشبها بالأعاجم أو باليهود نقول أيضا ورد النص في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خالف اليهود يوفرون سبالاتهم ويقصون عثانينهم يوفرون سبالاتهم يعني الشوارب يوفرونها ويقصون عثانينهم جاء النص بالقص فأمر عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم فدل على أن هؤلاء الذين هم المشركون من أهل الكتاب أو المجوس أو العاجم منهم من يحلق ومنهم من يقصر فنهان الشرع من أن نتشبه بهؤلاء لا بحلق ولا بتقصير بيطرسة